السلام عليكم نحن نتكلم دلوقتي عن جزء الثاني من حلقة الزلزل الحلقة دي بتتكلم عن early warning أو التنبؤ بالزلزل إزاي إن إحنا نتنبأ بالزلزل الزلزل بتوصل وبتمشي وبتوصل لمناطق مباني بتتأثر ومباني ما بتتأثرش فهل إحنا نقدر فعلا نتنبأ بالزلزل قبل ما يحصل خلينا نشوف كده الزلزل إحنا قلنا إنه بيحصل تحت الأرض وبتبتدي تمشي موجات يا إما جوة الأرض يا إما فوق الأرض لحد ما توصل لمحطات رزل خلينا ناخد نوعين معينين من الموجات النمرة 4 دي بيسموها P-Wave ونمرة 5 دي اللي هي S-Wave P-Wave سريعة شوية S-Wave أبطأ منها فبالتالي عند محطة الرزل هنلاقي الموجة رقم 4 اللي هي P-Wave وصلت الأول وبعدها بشوية رقم 5 S-Wave حصلتها الفترة الزمنية بين الوصول لتنين دول هي الفترة الزمنية اللي بتمثل المسافة من نقطة حدوث الزلزال لنقطة رصده كل ما المسافة دي تزيد كل ما الفترة الزمنية دي تزيد يبقى بمعلومية دي أنا أقدر أحدد عند نقطة الرصد دي الزلزال كان يبعد عني قد إيه؟ طب أنا لو عرفت أنا عند نقطة واحدة ورصدت الزلزال فحقدر أقول إن الزلزال حصل على مسافة المسافة دي زي ما تطلع 100 كيلو مثلاً أقوم رسم دايرة 100 كيلو وأقول يبقى الزلزال حصل في الحتة دي في أي نقطة على الدايرة دي بس دا كده أنا ما حددتوش دا يبقى كتير قوي طب لو في نقطة تانية رصدته محطة تانية رصدته حتديني دايرة تانية الدايرتين حيتقاطعوا مع بعض في نقطتين يبقى أنا الموضوع يعني تقلص إلى نقطتين بأيادية دي يبقى لو عندي محطة تالتة رصدت الزلزال التلت دوائر حيتقاطعوا في نقطة يبقى هي دي النقطة اللي حصل فيها الزلزال يبقى أنا كده حددت مكان الزلزال دي أول نقطة إن أنا عند محطة الرصد اللي هي هنا نتيجة وصول الموجات قدرت أحدد الزلزال فين يبقى أنا عارف اتجاهه وحيمشي في آني اتجاه طب لو أنا حددت مكانه وعارف إنه هو حيمشي في آني اتجاه أقدر أبلغ محطة مركزية إن خلي بالكو في زلزال جاي في الاتجاه ده تقوم المحطة المركزية تبلغ البلاد أو المدن اللي في الاتجاه عشان يلحقوا ياخدوا بالهم بس إحنا بنتكلم في إيه بنتكلم في ثواني ودقائق يبقى إذن فعليا أنا مقدرش أقول إن أنا أقدر أتنبأ بالزلزال ما لإيه اللي بيحصل نوع من أنواع الحظ شوية أو يعني التوقعات بلاش نقول حظ توقعات إزاي؟ الأرض ما هيش سابتة الأرض تايما بتتحرك العلامات الصفرة دي بتمثل حركة الأرض دائما على مدار الوقت ولكن بييجي في فترة سابقة للزلزال الرئيسي بتبتدي الأرض حركتها تزيد فلما حركة الأرض تزيد شوية العواميد الطويلة دي بتمثل تتمثيل بياني لأن الحركة بتدت تزيد شوية فلما الحركة تبتدي تزيد أقدر أتوقع هنا إن فيه احتمال كبير إن يحصل الزلزال الكبير ده فلما دي وسيلة التوقع الأخرى الممكنة وطبعا لما يحصل الزلزال الكبير بنسمع إن فيه حاجة اسمها توابع الزلزال اللي هي حركات أخرى بعد الزلزال بشوية تبتدي تحصل فبرضو لو خليت بالي منها يبقى أنا بمعلومية ما قبل الزلزال أقدر أتوقع شوية احتمال إن يحصل الزلزال وإذا حصل الزلزال يبقى لازم أكون عارف إن فيه توابع غالبا حتحصل وابقى حريص من الزلزال الأساسي والتوابع بتاعه طب المباني هل أقدر أعمل خلاص أنا عرفت أتوقع أو متوقع شي طب أنا طالما عارف إن فيه منطقة فيها زلازل زي يا بان كده معمل مباني تقاوم الزلزال هل فيه حاجة اسمها تقاوم الزلزال لا ما فيهش تقاوم الزلزال دي يعني تقاوم جزء من الزلزال إلا حد زلزال بمقياس كذا ستة سبعة مثلا أقصى من كده ما نقدرش طب نعمل إيه فيه بيعملوا ييجي للمنشأ اللي هو بلطات وكمرات وعواميد يقوم عامل زي عواميد ميلة كده العواميد الميلة دي تخلي حركة المنشأ الأفقية بتاعتي تقل شوية ما يتحركش جامد فيه طريقة تانية إن هم يقوموا معلقين كرة من السقف الكرة دي شغلتها إيه؟ الكرة دي كرة تقيلة لما المبنى يبتدي يتحرك هو حيتحرك ويسيب الكرة في مكانها والكرة حتبتدي تتحرك بعد حركة المبنى فتبقى دايما حركتها معاكس الحركة المبنى فبتقلل من حركة المبنى وهو دا اللي أنا عاوزة وصله إن المبنى حركته تقل الطريقة تالتة إن مش أقلل حركة المبنى ولكن أتحمل حركة المبنى أخلي المبنى لما يتحرك يكون أكنه واقف على بكر أو على حاجات تخليه يتزحلق مش يتزحلق يجري يعني يتزحلق يتحرك مليمترات فالمليمترات دي كافية إنها تمتص الطاقة بتاعة الحركة طب دا بالنسبة للأرض هل في تأثير على البحر؟ كلنا بنسمع عن التسونامي واللي بيحصل في التسونامي لما الحركة بيتحصل جوه المحيط بتكون النتيجة إن الأرض بتتحرك والبحر كمان أو المية كمان بتتحرك وبتحصل فيها موجة كبيرة الموجة دي بتفضل ماشية ماشية لحد ما توصل للشط بس نخلي بالنا كل ما بنقرب من الشط العمق بيقل فبالتالي الموجة بترتفع بتقعد ترتفع ترتفع لحد ما توصل لأقصر تفاع عند الشط وبالتالي بتكتسح كل حاجة قصادها وده إحنا نقدر إلى حد ما نتوقعه ونبلغ خلي بالكوا إن في التسونامي احتمال يحصل في المناطق الفلانية والناس اللي بتدي تتوقع دي الحاجات اللي كنا عاوزين نقولها في الموضوع الزلازل شكرا لكم ونشوفكم في الحلقات الجانية